عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من تابة ما في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كن في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء على الماء ليبلواكم أيكم أعسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سهر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمد معدود ليقولن ما يحدث أليوما يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا بيستزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمدا ثم نزعنا منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضر أمسته ليقولن ذهب السيئات وغن عني إنه لا فرح وفخور إلا الذين صبروا عن الصالحات أولئك لهم غفر دواجر كبير ولعلك تاريكم بعض ما يوحى إليك وضائق به شدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كهز أو جاء معه ملك إنما أند نظير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتره قل فأتوا بعشر سوار مثله مفتر ياد ودوم نس تبعد من دون الله إن كنتم شادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وسينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس له في الآخرد إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بين دم ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأعزاب فالنار معده فلا تكفي من يد منه إنه الحق من ربك ولكن أغفر الناس لا يؤمنون ومن أذلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يورضون على ربهم ويقولوا أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرد هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤجزين في الأرض وما كان له من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسا وبعد عنهم ما كانوا يفترون لا يرم أنهم في الآخرد هم الأخسرون إن الذين آمنوا عملوا الصالحة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين ألا تعبدوا إلى الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يقومي أرأيتم إن كنت على بي نظن ربي وآتاني رحمدا من عندي فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون ويقومي لا أسلكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قامي من ينشرني من الله إن طاردتهم أفلتذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الخيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عينكم لن يؤديهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح وقد جادلتنا فأكثرت بجدالنا فأتنا بما دعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمؤجزين ولا ينفوكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغبيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتره قل إن افتريته فعلي إجرامي وان بريء مما دجرمون وأوحي إلى توحي أنه ليمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تحب ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف ادعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفيع ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وعلك إلا من سبق إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مغزل يبا يا بني لك معنا ولا تكم على كافر قال ساوي إلى جبل يعسرمني من الماء قال لا أعسرم يوما من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان منهم الغرق وقيل يا أرب ولا عماءك وساسماء ويا سماء وأقلعي والظلماء وقضي الأمر واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وناذى نوح ربه فقال ربي إن ابن من أهله وإن وعدك الحق وأنزأك كملك هاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك بي عم إني أعوذك أن تكون من الجاهدي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر قيل يا نوح أحبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الخيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرى إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تنقلون ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نعن بتارك ألهتنا عن قولك وما نعن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعترق بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تمظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابد إلا هو آحد من آسيتها إن ربي على سرط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرثلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيد ولما جاء أمرنا نجيناه ذو الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب وليظ وتلك عاد حجدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعندا ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله خير وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أذنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وفي شك مما ددونا إليه مريب قال يقامي أرعيتم إن كنت على بين ذن من ربي وأتاني منه رحمة فمن يغسرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخشير ويقى بهذه ناقة الله لكم آيادا فذروها تأكل في أرق الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم أذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد خير مغذوب فلما جاء أمرنا نجينا صلحا والذين آمنوا ماهوا برعمة منا ومن أخزي يومئذ إن ربك هو القوي العسيد وأخذ الذين ظلموا الصحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا رسلنا إبراهيم بالبشر وقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيط فلما رأى أيديهم لا تشل إلينا كرام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قام اللوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإزحاق ومن وراء إزحاق قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءت البشرى يجادلنا في قوم اللوط إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آياتهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لضع سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كان يعملون السيئات قال يقام هؤلاء بنات ونأضحار لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أويس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لدعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركان شديد قالوا يا لضو إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنهم صعبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأنقلنا عليها حشارة من سجيل منبود مسومدا عند ربك وما هي من الظلمين ببعيد وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إلهنا وغير ولا تنقصوا المكيالا والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قومي أوفوا المكيالا والميزانا بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياء أهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك عند النسرك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين دم ربي ورزقني منه رزقا هسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجري منكم شقاقي أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هد أو قوم الصالح وما قوم لوط منكم ببعد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه خثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرقي أعز عليكم من الله وتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بماذا عملون محض ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عمل سوف تعلمون من يأتيه عذاب عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني ما كم رقب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا ألا بعد لمدينة كما بعذت فمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوره تاهم النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه العنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحشيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوا مغيرات التتبيب وكذلك أخذوا ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم وشديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن آخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعد وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالد فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة الخالدين فيها ما دامت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عضاء خير مجدود فلا تكو في مريد مما بعد يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوهم نسيبهم خير منقوص ولقد آتينا موسى لكتابا فاختليفوا فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بشير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وثم لدونسرون وأقمي الصلاة برا ففي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكر واصبر فإن الله لا يضيع أجر ومعسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيادي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم والسبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ومرى بظلم بظلم وأهلها مسلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمدا واحدا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نصبت به فأفؤدك وجاءك في هذه الحق وموعد ذو ذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنما انتظرون ولله يخب ضيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتواكل عليه وما ربك بالغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آية الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك عسنا القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبدي إني رأيت أحد عشر كوبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشعطان للإنسان يعدهم به وكذلك يجد بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي أقوبك ما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ولقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن وصبح إن أبانا لفي الضلال مبين اقتلوا يوسف أو يطرحوه أربا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتاقبه بعض السيارات إن كنتم فائلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا لو لنا شهون أرسله معنا خدير تعوى يلعب وإنا له لحافظون قال إني ليعزنني أن تذهبوا بي وأخاه أن يأكله الضئب وأنتم عنه خافلون قالوا لئن أكله الضئب ونحن أسبد إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ما وهم يشعرون وجاءوا أباهم عيشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبقه وتركنا يوسف عندما تعناه فأكله الضب وما أنت بمؤمن من لنا ولو كنا شادقين وجاءوا على قميصه بدم قذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله مستعان على ما تشفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلواه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعمل وشعروا بثمن بثمن بخ سندراهما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه من مشرع لأمر لأمر آته أكرمي مثواه عسى أن يفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن غفر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه كمو علما فكذلك نجزل المسلم ورادت كلتي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هين هيت لك قال ما عد الله إنه ربي عسنا مصواك إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه الزوء والفش إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدمت وقدت قميصه من دبر من دبر وأفاس يا سيدة هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا بأهلك سوء إلا أي سجد أو عذاب أليم وليا روضتني عن نفسي والشهد شهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل ما فصدقت وهو من أكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدي إنك إذا كنا عظيم يوسف أرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوذ في المدينة في المدينة امرأة العزيزي تراود فتاها عن نفسي قد شغفها هبا إننا نراها في ضلال مبين ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهن ولما رأينه أكبرنه وقضعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه والسميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجنن حتى ساحين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني عصر خمرا وقال الآخر إني أراني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل إننا رأك من المسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترقت الملد قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخر هم كافر واتبعت من لد آبائي إبراهيم وإسحاق ويقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من الشيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن كثير الناس لا يشكرون يصع جيس جنيئ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من صعبان إني لهكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يصاح بي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فسأكل الطير من رأس قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه ما ذكرني عند ربك فأنساه الشبان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع سنبل سنبل خضر وأخر يابسات يا أيها ملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي اجنجى منهما واذكر بعد أمد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الشديق أفتنا في سبع بقرات سمان سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبل يأكلون يأكلون ما قدمتم لهن يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحشنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه غاث الناس وفيه عشرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال السنون ما بال النسوات التي قطعن أيديه إن ربي بكيده إن نعلم قال ما خضب كن إذ راوت يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علم عليه من سوء قال دمر آت العزيز الآن حصو حق أنا راوت عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني ألم أخنه بلا غيب وأن الله ليدي كيدا خائنين صادق الله أخير ورغط ورغط سألقى مهدي أخير أخير ليعلم أخير 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 إذا أخير آخر